البرنامج الإلكتروني للمجالس البلدية والذي يمكن العضوى من استعراض جدول أعمال الاجتماعات إلكترونيا والاستغناء عن المطبوعات الورقية كان من أهم المواضيع التي ناقشها عضاء المجلس البلدي بمحافظة مسندم باجتماعهم العاشر لهذا العام المجلس ناقش كذلك موضوع توفير صهريج خاص للدفاع المدني في نيابة ليما تابع لولاية خصر بشكل عاجل وإنشاء مراكز للدفاع المدني في ليما وقرية كمزار لاحقا كما تم تطرق المجلس لموضوع عمل كتي بدليل مسندم السياحي ومخاطبة إدارة السياحة لاعتماده ونشره بالضافة لمواضيع أخرى تناولها المجلس تعنى بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها تطوير تلك الخدمات لخدمة المواطن والمقيم في المحافظة